هذا كان جزء من المؤتمر الصحفي اللي عقد وزير الدفاع الاسرائيلي واف جالنت واضح من كل الكلام او الجزء اللي احنا سمعناه حتى الان انه خطاب موجه الى الداخل الاسرائيلي هو بيقول ان حزب الله احيانا بيكون في تحركات وبيكون في تحركات مضادة وان احنا مستعدين بيتكلم ان احنا يعني الزراعة والاستيطان والدفاع امر واحد فهو يعني ودي عبارة غريبة شوية وان الروح القوية مع قدرات القادة هذه الروح هي التي يمكن ان تؤدي الى النصر فالحية بس في الجزء اللي احنا يعني مسمعناهش هو الهدى الانسانية لكن ما قبله ان كان في سؤال هل ناخد كل في الحسبان انه النازحين من غزة وهم اعداد كبيرة هل نضمن انه ما يكونش فيهم من حماس او من الرهائن فكان رد جلانت بناخد كل الامور في الحسبان واحنا بنطالب كل الغزويين من الخروج من غزة ومن لا يخرج هو يخاطر بحياته احنا بنطور من تجاربنا ومن ادواتنا لكن في النهاية يعني احنا هننتصر اما موضوع الهدنة الاربع ساعات ما لحقتش اسمعها او ما يعني ما تالتش تعقيبك ايه يا سيد زعادل وانت زي ما قلت ان ده خطاب موجه للداخل اسرائيلي بيدي له دفع معنوية لانه هناك مشاكل اقتصادية مشاكل في الاستيطان من المستوطنين عندهم مشاكل الاقتصاد عنده مشاكل فيه ازمة فيه حتى التسليح الاسرائيلي الى حد ان هم قرروا يستعينوا بالمركابة ثلاثة وكانت تتكهنت تقريبا لانه بينشر قواته دلوقتي فين على الحدود على قلاف غزة وايضا فيه الشمال بالنسبة لبنان ايضا بالنسبة لسوريا لانه منطقة مهمة جدا خصوصا ان الامريكان طلبوا هذا الامر بعد ما تعرضت الولايات المتحدة الامريكية الى ستة واربعين هجوم في المنطقة الشرق الاوسط واخيرها المسيارة اللي اسقطها الحوسيون قبلك الحاجة التانية ان الحقيقة ان هو رئيس وزير الدفاع ليست له تقدير كبير جدا وسط العسكرين بدليل ايه؟ بدليل ان احنا عندنا بس هو هو يبدو انه جال انت قال ان احنا لن نوقف الحرب يعني يعني هو بيقولك على الهدنة الانسانية وزي ما قلنا قبل كده ان الهدنة الانسانية بتتكلم على اربع ساعات يعني قدمتها اسرائيل للسماح للفلسطينيين ان هم ينتقلوا من الشمال الى جنوب القطاع نمر اتنين ان الاربع ساعات دول مش كافلين حتى بان هم يدخلوا المساعدات الانسانية الاهم في اعتقادي انه هذا الخطاب موازي لرفع الحالة المعنوية ربما تحدث خلال الساعات القادمة الهدنة اللي ممكن تمتد ايامه خصوصا لا اعتقد ان التحرك على هذا المستوى من القمم سواء كانت قمم المنطقة او الاتصالات على مستوى المسؤولين الامريكيين الكبار ان منها الممكن ان لا تتم شيء بشكل او باخر الاهم من ذلك انه زي ما قلتلك انه جال انت ليس بالقوة العسكرية ولا بدليل ان انت عندك ايه انه في عندك اتنين وزراء الدفاع السابقين جرى استدعاقهم جرى استدعاق اسحاق بريك وده كان الموديل بتاع 2018 اللي تنبأ بين الجيش وير جاهد ايضا جرى استدعاق جنرالات من الخدمة او من الاستدعا من الاستدعا زي مشيعلون ودان حالوف ودولا من مؤثرين جدا في الخطط ويعلموا الحرب على غزة اذا الذين يدونوا الحرب على غزة اضطروا ان هما يرجعوا الى صوابق تاريخية بشكل او باخر